ميس الحربي مرحبا بك يا ميس وزير الدفاع الأمريكي وهاتف فجر اليوم ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان ماذا جاء في هذه المكالمة؟ طبعا حسين هذا هو الاتصال الأول لليلويت أوستن منذ تولي منصب قيادة وزارة الدفاع الأمريكية أوجه العلاقات الثنائية بين واشنطن والرياض وسبل تعزيزها كانت محور المكالمة خصوصا في مجال التعاون الدفاعي إضافة إلى بحث التطورات الإقليمية اتصال وزير الدفاع الأمريكي بنظيره وزير الدفاع السعودي وللعهد الأمير محمد بن سلمان أدان الهجمات الحوثية على السعودية وأكد أيضا أن واشنطن ملتزمة بمساعدة الرياض في الدفاع عن نفسها شاكرا وللعهد الأمير محمد بن سلمان عن جهود السعودية للوصول إلى تسوية سياسية في الملف اليمني أيضا ردع إيران تصدر أجندة المكالمة التي تحدث فيها أستن عن الالتزام الأمريكي السعودي المشترك لمواجهة أنشطة النظام الإيراني المزعزعة للأمن والاستقرار وهزيمة التنظيمات الإرهابية في المنطقة مشددا على أن السعودية ركن من أركان الأمن الإقليمي في الشرق الأوسط بعد إعلان البنتاجون عما جاء في المكالمة الهاتفية وزير الدفاع الأمريكي غرد عن العلاقة السعودية الأمريكية ووصف مكالمته بولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بالمثمرة فلنتابع معكم تصريحه نتابع موسيقى إذن رئيس البنتاجون تحدث عن الالتزام المستمر بين واشنطن والسعودية والشراكة التي استمرت سبعين عاما مشددا على أنه يتطلع للعمل مع الرياض لتحقيق الأمن والاستقرار الإقليميين هذا ما جاء على لساة وزير الدفاع الأمريكي حسين ما يستأكد دولية على تسوية الأزمة الكل يتحدث عن الملف اليمني الإدارة الأمريكية توليه اهتماما كبيرا ولكن الحوثي يصاعد عسكريا خاصة في مأرب المبعوث الأممي يطالب بوقف الهجوم على مأرب بالمشهد على الأرض الآن أحسين المشهد على الأرض المواجهات العسكرية طبعا ما زالت مستمرة على عدة جبهات طبعا خصوصا في مأرب الهجمات والاعتداءات الإرهابية للحوثي مستمرة أيضا بمسياراته المفخخة على الأراضي السعودية أمس الخميس المبعوث الأممي إلى اليمن مارتيني غرفيتس وفي إحاطة الأممية طالب ميليشيات الحوثي بالوقف الفوري لهجومها على مأرب مؤكدا على أن أي نجاح لوقف إطلاق النار لابد أن يرتبط بالمسار السياسي نتابع معكم طلب مارتيني غرفيتس من ميليشيات الحوثي في مجلس الأمن نتابع الهجوم على مأرب يجب أن يتوقف فهو يعرض حياة الملايين من المدنيين للخطر ولا سيما أن القتال وصل إلى حدود المخيمات الخاصة بالنزحين إن السعياء إلى تحقيق مكاسب على الأرض باستعمال القوة يهدد كل آمال عملية السلام والوضع الإنساني يزداد تدهورا أدعو لاتفاق كافة الأطرف فورا على وقف إطلاق النار على مستوى اليمن ووقف كل أنواع القتال لاتخاذ سلسلات إجراءات اقتصادية وإنسانية من أجل تدفق الوقود عبر ميناء الحديدة ما يسمح بتسديد رواتب الموظفين الحكوميين طلب غرفيتس توافق مع طلبات مماثلة من مندوب واشنطن وباريس ولندن في مجلس الأمن أما قادة ميليشيات الحوثي فتعتبر أن الهجوم على مأرب محاولة لتعزيز موقفها السياسي في أي مفاوضات قادمة وبالتالي تواصل حتى اللحظة حشد المقاتلين للجبهات واستهداف المدنيين وقصف مخيمات النازحين حيث يتواجد في مأرب نحو مليوني نازح من مناطق الانقلابيين يتوزعون على تسعين مخيما في المدينة وضواحيها هذا هو المشهد السياسي والعسكري حسين شكرا جزيلا لك يا زميلة ميس الحرب على كل هذه التفاصيل شكرا جزيلا لك ترجمة نانسي قنقر ure